السلام بنات مرحبا بكم في فيديو جديد أتمنى أن أردتكم في فيديو اليوم اليوم أردتكم وصفة التي تتنفق لنا الخديدة وتتطيب لنا عامرين لا تتخلوا شبان وضعافين كما أردت عندي هنا يزويب وعندي الماء يعني عندما نشطوا هذا الزويب أريد أن نرقضوه ليلة كاملة في الماء ويوم هنا يتغي واحد الكمية اللي قليلة ما أردت شوف الزفرة كما تشوفوه كل واحد يأخذ القدر اللي غير يقدر يناسه ومهم هذا الكيمية أنا أردت لي حتى عشرية ما أنتم غير تشوفوا معي الطريقة بجدالة وهذا الوصفة يعني أول مرة أنا سمعتك أن أردت أي وحد الأم دي وحد صاحبتي جدتني شوية جدتني شمية بيضاء واجن وجاب الزويب أنه ينفق الخدود ومني جربته صراحة النتائج اللي تصدمكم فعلا مهم هنا مني كترقدو شو كي كي ولي يعني كي يرطاب وكي تنفخ لنا ما تبقاش بالحجم ديال وكي مكتلكم راه مهم إحنا غنزيدو علي وحد المكوين آخر ونتائج دياله يعني في اللوكة قدرت تقولي ما يعني ما علاقة الزويب أنه ينفق لنا الوجه ديالنا حي تشتوى فيه مواد لي هي كما كنقوله تتخمر أو لا تتنفخ المهم هنا يا كمشتو أنا غد ينطحنو بالمديالو اللي كان بيت مرقد فيه غنطحنوهم زيان حتى غد يقولي عدنا مهم جانس ما يبقاش عدنا في حوبيبات وذلك شي وغنزو باش نزيدو علي وحد المكوين آخر هنا يا بعدها غد ينشدو هاد الكيمية يعني غنديروها في واحد الإناء مالأفضل يكون زجاجي باش نحتفظو بي غنبقا وناخدو كل نهار الكيمية اللي غنحتاجوها يعني باش ماشي كل نهار غد ينطحنو غد ينضيعو وحد نسبة اللوحوها هكا غنناخدو قلعة الزاج وتنضيفو فيها هاد المكونات اللي بلنا يعني هاد السبيب والما ويوميا تناخدو حد المعاي القى منه او لا معاي القى ونص وغاديين ندوزو باش نتعرفو على المكوين الثاني اللي غادي نخلطو مع هاد السبيب اللي هو انشا مهم من شرغانية للتعريف كل واحده كي تيقول له ما يزينا كي تيقول له انشا آآ دقيق الدورة مهم على حاساب كل واحده شنو تيسميها غنناخدو منها معاي القى وغنضيفو عليها هاد السبيب اللي تحناه مع الماء وماني غاديين نحصلو على وحد الخالط اللي يكون هو سهل اننا نوضعو على الوجه غنديرو على وجهنا كامل وغنخليو حتى تينشب لي هنا تقريبا واحد ربوع ساعة او لا تولود ساعة راه تغياتي ينشب ما تياخدش وقت كبير وتنغسلوه آآ ومن وراها تنديرو شي مورطيب اللي كان نحنا موالفين اننا تنديروه لوجه ديانا هاد الوصفة هي زوينة داجة انا ادرك لكم هاد الوصفة اخرى تهي مجرباها وقت حتيتها هي نتائج اللي ماشي غير مرضية وانما النتائج اللي مرغوف فيها آآ هي راه داجة ديرها لكم ده ما نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف غير هي فيها الخميرة وكي الناس بي تيقول الخميرة كدير سالاتها وكي نبغي مواللهية انا مجرباها ودرتها يعني اللي مدة طويلة معمرة ما دعت لي شي حاجة كما قلت لكم يعني كدرت تقريبا واحد لمدة طويلة ما منحت فيها حتى شي نتائج اللي سيلبية او لا بالعكس انها كتعطي واحد البياد كتعطي كتتسفى الوجه كتخلي ان الوجه كي يبان عامر مهم ولي ما تعجبوش لدي الخميرة وخاف منها هاد الوصفة راتها هي تقريبا وكتعطيني نفس المفعول دي الخميرة والليك لكم دي الوصفة لنخليها لكم بشوفوا المقادر بلما نزيل نطول عليكم فيديو وتمنى تجربو هاد الوصفة وتردو عليها وتنفعكم وتعطيكم نتائج اللي انتم ما باغينها وتطلو فريوسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة وما تنسونيش المنات اللي اول ما لغيشوا في قناة ديالي خليولي واحد الاشتراك ولايك وتفارتاجوا الفيديو مع احبابكم الى جات على خاطركم بطبيعة الحال تلو فريوسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة